موسيقى موسيقى هي حلقة كاملة خاصة عشان نقدر كمان نعرض المعلومات والأخبار الطبية دي بشكل محترم النهاردة هنتكلم مثلا عن دمور خلال مخ بنسمع عن حلاك كتير جدا عندها دمور في خلال مخ ومنبقاش عارفين ايه اسبابها نهاردة كمان هنتكلم عن مرض التوحد التوحد يمكن كنا بناخده كده بعض الحلقات النفسية لكن نهاردة هنتكلم فيها مخ وعصاب شكل طبي متخصص نهاردة هنتكلم عن إصابات العمود الفقري نتكلم عن الشلل الدماغي كتير جدا حالات وفاة فجأة بنكون معاه قاعدين ووكلين وشربين وموسطين ومرواحين تاني يوم الصبح يقولك النهاردة فلان ما ايه ده إلا حصل ما كان قاعد معايا مبارع ده جاله حالة شلل الدماغي ايه هي الشلل الدماغي يمكن بنقولها حتى احنا بنقولها في حياتنا العادية ده واحد جاله شلل دماغي لكن احنا وحنا بنقولها احنا بنبقاش عارفين ايه هي الشلل الدماغي عبارة عن ايه وبيجي ازاي اعرضوا ايه طيب هنتكلم النهاردة عن فشل الانتصاب هنتكلم عن فشل الانتصاب هنتكلم كمان عن عدم القدرة على القصف معلومات حساسة اسرار البيوت اسرار يمكن بنفتح ابوابها الاول مرة لا حياءة في العلم لا حياءة في العلم هنتكلم في حاجات يمكن بتقوم عليها البيت كله بنتكلم في حاجات يمكن بتسبب طلاق نسبة طلاق عالية جدا وحالات فشل زواجة عالية جدا بسبب العراضين اللي احنا قلناهم دول هنتكلم في الموضوعات الحساسة بس بشكل علمي وبشكل طبي احنا في الاخر فايدتنا وبرنامجنا قايف ان احنا نقدم المعلومة المفيدة يمكن كلمة نقولها تحيي عيلة بحالة يمكن كلمة ومعلومة نقولها ما تحصلش حالة طلاق والراجل يتعالب جبقى زي الفول كل الكلام ده هيكون معانا هيكون معانا دكتور هشام ماجد استشاري امراض المخ والاعصاب معلومات مهمة اوه عايزاكوا تركزوا النهار ده في الحلقة اللي نقدي كده بجده هيبقى فيها معلومات مهمة للاطفال وللكبار فاصل ونواصل اهلا بيكم معانا ومشاهدين مرة تانية ونرحب بضفنا الموجود معانا في الستوديو دكتور هشام ماجد استشاري امراض المخ والاعصاب زي كدكتور هلن بيك يا سلام ماجد دكتور يمكن انا في البداية حبيت اناوه عشان برضو الناس تبعى عارفة عن التكلم في ايه خلال الحلقة وكمان عايز اقول ان يعني مش الكلام زي ما قولنا نتكلم عن فشل الانتصاب وعدم القدرة على القصف مش بس للرجال دي بتبقى الزوجة مهتمة اكتر من الزوجة يعني الحياة كلها ايمة على الموضوع ده طيب احنا هتكلم في ده في خلال الحلقة لك خلينا الاول في البداية نبتدي بدمور خلال مخ يعني ايه دمور خلال مخ بنسمع عنها اه بس بلقاش فاهمين تمام ودي طبعا بتحصل في الاطفال عادة نتيجة مشاكل كتير جدا ممكن مشاكل بتحصل للام اثناء الحمل اثناء الحمل مرض كانش دي اتخذت ادوية مش امنة اثناء الحمل مشاكل حصلت اثناء الولادة للطفل نفسه نزل الاكسجين قل اثناء ما هو بيتولد الاكسجين رايح للخلايا المخية فبيحصل فيها نوع من الدمور والكسل وما تقديش الوظيفة بتاعتها الاساسية فلو الدمور ده مثلا مختص بخلايا المخ بالكلام تلاقي الطفل اتأخر في الكلام او ما تكلمش خالص بالحركة تلاقي ما فيش حركة سواء في الايد او في الرجلي او مشاكل حصلت للطفل بعد الولادة صفر على ايد دخل حضانة وعع من حتة عالية على دماغه فبتحصل مشكلة الحوادث دي بارد تبقى كارثة الاطفال فبتحصل مشكلة الدمور في خلايا المخ ودي مشاكل مزمنة متعبة زي ما حالك قلت في المقدمة بتبقى متعبة جدا متعبة للأهل طول الوقت وبيفضلوا طول البيت كله في كآبة وحالة نفسية وبيبيعوا الوراهم والقدامهم كله عشان يعالجوا الحالة وفي الاخر ما بتتعليك نهاردة مشاكلين هنتكلم عن العلاج بالخلايا الجزعية سمعنا عنها في السكر ولسه دوقتي في الدراسات لان لسه البنكرياس والسكر خلاص نزله دواء جديد في الأسواق مهم مش حلقتنا احنا كلمنا فيها في حلقة الغدد والسكر لكن خلايا الجزعية في أمراض المخ والأعصاب مهم جدا الكلام اللي هنقوله النهاردة لان ابتدى فعلا يتعالج بها في هذه الأمراض احنا معنا فيديو طبعا خاص بازاي بيتم العلاج بالخلايا ولا ازاي بيتم استقصال الخلايا الجزعية ازاي الخلايا الجزعية نفسها بتعمل شغلها يعني ايه اللي بيحصل ازاي بنسحب العينة بتسحب العينة وازاي بعد كده بتبتدي تشتغل كده الشغل بتاعها طب ايه رأيك الأول نعرض الفيديو لان برضو انا هو كموزيع ومتكلف الخلايا الجزعية بس احنا مش متصورين يعني بتتم ازاي عملية الخلايا الجزعية دي او ازاي بيتم استقصالها او ازاي بيتم زرعها على بقى ما نحضر بقى الفيديو الخاص بالخلايا الجزعية عايزيني تكلم الخلايا الجزعية ازاي بتستخدمها بقى في دمور الخلايا المختب طب ديه خلايا وخلاص حصل لها دمور بتعمل ايه الخلايا الجزعية موضوع الخلايا الجزعية ده موضوع كله موضوع دلوقتي under trial تحت التجارة ولكن نتائج بتاعته مبشرة جدا تمام وخاصة في الامراض المزمنة اللي مالهاش مالهاش علاجة عالي مالهاش في حل فهيبقى ده الحل الاخير هو استعمال الخلايا الجزعية يعني هل الخلايا الجزعية دي هتعمل يعني تخلي الخلايا اللي فشلت او ان هي اللي ماتت اللي حصل لها دمور هل هترجع تنشطين يعني هل بتنم تنشطين الخلايا ولا بنزرع خلايا جديدة بالزبط لا ومش تنشط للخلايا اللي حصل فيها دمور هي بتزرع خلايا جديدة بتكنولوجيا معينة هنشرحه بالفيديو هنجاهدين كده طيب ده الفيديو هيكون قدام حضراتك اهو برضو تتفرجوا وتعرفوا اكتر وتفهموا الحكاية ماشية ازاي طيب ده فيديو الخلايا الجزعية فضل دي اللي استمثل او الخلايا الجزعية ايو بتتاخد من النخيع العظمي بتاع المريض نفسه نخيع العظمي للمريض ذات نفسه اه مش من حد تاني مش من طفل صغير انا معرفوش لا 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 عادة بناخدها من المريض نفسه بتسحب بسرنجة معينة تحت موجود طبيب المخ العصاب اه وطبيب التخدير تحت والطفل بيبقى متخدر بتسحب بسرنجة معينة بتبتدي نسحب النخيع العظم ده ويبتدي يتفصل مش كله بيتاخد اه بناخد الخلايا المعينة المسؤولة عن تكوين الخلايا العصبية تمام يعني اللي بتتفصل بس اللي هي الخلية المسؤولة عن تكوين الخلية العصبية المخية اللي فيها المشكلة فوق طب وانت بتعرفها ازاي بقى كدكتور لا ده شغل معامل طيب اه تكنيجية خاصة بالمعينة ما بس انا بأسئلة يمكن تبقى نسازجة بس مهمة يعني لا لا مع العينة اللي بتسحب دي حضرتك بتروح المعمل ومعمل هو اللي بيقول ان دي خاصة بالمخ والعصاب وده اللي بياخد الوقت الاكبر وبياخد التكلفة الاكبر بتعاملية زرع الخلية الجزائية ازاي ان انت تفصل بس الخلية الجزائية دي كلها خلية جزائية اه المسؤولة عن تكوين الخلية العصبية دي الصفرة دي اه ولا البيضة التانية البيضة دي الخلية العصبية العصبية اه طب تمام فازاي انت تأخدها وتسحبها وبعد كده بتبتدي تزرعها مرة تانية اه في الطفل المصار دول ايه بقى الالوان دي ايه دي خلايا اه خلايا معينة احنا كده بنفس لها اه وبتبتدي الخلية اللي نزلت دي من فوق شفت الخلية نزلت من فوق دي الخلية العصبية الجديدة ايو تحتل مكان الخلية القديمة اه اللي حصل فيها اه حصل فيها الدمور اه هي بتحتل مكانها نفس الكلمة بالزبط بتحتل مكانها وهل بتقوم فعلا بنفس الوظيفة نفس الوظيفة اللي كانت موجودة في الخلية السليمة طيب في حاجة تانية ولا هو نفس الفيديو بنحقن فين بيتحقن عادة في العمود الفقري دي حقن الخلية الجزائية الجديدة الجديدة بتتحقن في العمود الفقري طبعا تحت تغدير كامل العملية مصصعبة أوي ما بتاخدش وقت فيها درجة أمانة بتيه الخلية هي بالضبط بتيبتلي زي بقول لحضرتك تحتل مكان الخلية بتنقسم من كده فيه أحيانا يعني تطرفت آه تطرفت زي كنين آه بنزرع حاجة آه فدي الحالات بتيبتصة آه تطرفت إزاي ما بتزرع اللي ما تديش النتيجة بتاعة الزرق طبو هل توصلتوا سبب الرفض ده إيه لا لا ده حاجة ده حاجة أنهم آه بتاعة ربنا بقى آه بتاعة ربنا يعني بنزرع في حالات بتدي نتائج والخلية تشتغل كويس جدا سبحان الله وفيه حالات ما تديش نتيجة زي اللي بيزرع كيلة وكده فممكن يرفض جسم يرفض الكيلة الجديدة بالزرع يعني آه أنت ممكن تعمل عملية في مدر الفقر عملية غضروف آه تنجح أو تفشر نفس القصة أنت بتعمل عملية تنجح أو تفشر دي حاجة بتاعة ربنا ما لهاش علاقة بمهارة آه الطبيب لا بمهارة الطبيب ولا بمهارة المعمل خلط ولا بدقة نتائج المعمل يعني كل في الآخر دي حاجة بتاعة ربنا يعني شوف سبحان الله يعني برضو اخترعنا والطب بيتقدم والعلم الحديث وفي الآخر حاجة بتاعة ربنا آه طبعا لو لك نصيب تتعالج بالعلاج ده بقى تتعالج بس يا أستاذة ما النتائج مبشرة أنك توصل في حالات مستعصيل آه طبعا ملهاش حل في هذا التوقيت طب لو إحنا بنتكلم في دمور في خلايا المخ مع الفيديو اللي شوفناه ده بتاع الخلايا لما خلاص بيتزرع له الخلايا الجزعية بيرجع تاني طبيعي طفل طبيعي آه أنا جاي بفيديو تاني طب نحضر الفيديو تاني بتاع الطفل آه حالة كانت عندنا دمور في الخلايا وكان مؤثر على الحركة بتاعة رجلي ما فيش حركة آه طبعا وبعد ما عملنا زرع الخلايا وابتدأ عليك دوائي وعليك تأهيلي وعليك طبيعي آه لأن الطفل ده ممكن بيقعد سنين بيقعد سنين مش عارف يمشي مش عارف يأكل يعني أصد إزاي بترجعوا أو بتعوضوا السنين اللي فاتت دي كلها لا أنا عايز أقوله بس عشان أبقى أمين وصريح في الرسالة للمشاهدين ربنا يا حسبنا على هذا الكلام آه طبعا إن زرع الخلايا الجزعية مش هو العلاج السحري لكل الأمراض أيوة موضوع تحت التجارب النتائج بتاعته بتوصل من 25 إلى 30% أوكي يعني كل 100 حالة ممكن تزرع آه 30 حالة تستجيب وتبتدر خلية الجديدة للزرعة تبدي الشغل بتاعها والباقي ما يستجيبش ما تبديش نتائج آه يعني عشان اللي ما يروحش يزرع أو يحقن يقولك أصلا ده ولا حاجة لا أنت حالتك ما استجيبتش آه وعدم الاستجابة ده يعني لو 131 واحد هيتعلكوا يستجيبوا وال70 مش هيتعلك آه 70 خلية ما بتستجيبش آه ما بتستجيبش زي ما شفنا معه الفيديو بقى أورانهم قد إيه الخلية بترفض الخلية الجزعية معناها من نفس الشخص لو من نفس الشخص ورفضت لو جبناها من شخص تاني ممكن تستمر يعني تثبت وتعالى أنت ممكن تعمل عملية الزرعة تانية وممكن تانية تنجح ممكن تانية تانية آه ممكن تانية تنجح وتدي نتيجة آه يا ناصد لو ترفضت مرة مش معناها أن تترفض طول الوقت يعني بس عادة لما تسحب العينة من لازم والأب والأم يعني حد من الدرجة الأولى ولازم يحصل عملية تطابق مع الخلية بتاعة الطفل اللي هتزرع له الخلية الجزعية أعلى أعلى بكتير كمان عشان موضوع التطابق بتوصل قدية تكلفة يا دكتور يعني بصح ريك حالات زي حالات الدمور في حالة المخ الطفل بيحتاج أن تسحب منه عينة وتتحيل له مرة تانية من مرتين لتلات مرات تمام بتتكلف قدية العملية دي المرة الوحدة في مصر هنا مصر على فكرة أقل لدولة طبعا التكاليف تخش في حالي 6.000 جنيه 6.000 جنيه طب كويس أنا فتكرت 100.000 و200.000 وحاجه أنا ممكن التلات مرات سحب وحقن العينة يخشوا 18 أو 20.000 جنيه في حالة زي خلايا دي حاجات بتنقذ يعني بتنقذ حياة فأعتقد يعني زي الدواء بتاع فيروس دي مثلا كان بيكلف 600.000 و700.000 يعني نقول بيكلف مليون جنيه عشان المريض ياخدوا الكرسات فأنا تخيلت أن برضو الخلايا الجزعية تبقى مكلفة قوي يعني ده الرينجل اللي موجود في مصر بزيبها الحريك ده من أقل العصار الموجودة طيب حضرتك ليه حق أنتهى في العمود الفقري ده عشان مخ وأعصاب يعني ده عشان related بقى بكل أمراض إن شاء الله للدماغي والحاجات دي كلها أو عادة بتبقى ولا كل الأمراض بتحين في العمود الفقري وممكن في العضو المصاب نفسه يعني ممكن في العضو المصاب نفسه يعني في حالات دمور العصب البصري ده كثرة بتاعترامات بتحين في العين نفسها فدي على حسب العضو المصاب اللي موجود واللي عايزين نغير الخلية اللي فيها الكسر والدمور بخلية تشتغل وتدي النتائج بتاعته طيب إحنا معنا الفيديو التاني معنا الفيديو التاني يلا نشوف مع بعض الفيديو التاني ده بقى الولد اللي اتحقله خلية الجزائز ده حالة طفل هندي ده كان عنده إيه بقى ده طفل أتفضل هنا طفل هندي وده بفور تريتمنت يعني قبل قبل العلاج قبل العلاج بالخلية الجزائز زي ما حاجت شايفة كان عنده مشكلة أثناء الولادة وحصل ضمور في الخلية المخية المسؤولة عن حركة الجزء السوفلي يعني مش قادر يتحرك ما بيقفش فما بيقفش خالص مجرد أن هو بس بيقدر يسحف برجلية احنا عندنا الحالات دي كتير في مصر أه وأصعب من كده كمان يعني في حالات بتبقى أصعب من كده بتبقى شلل تام في الإيدين وفي الرجلين وفي العمودة الفقرية نفسه يعني الطفل ما يقدرش حتى يهمه ولا بظهره ولا بدماغه طيب ده بقى الطفل ده تحقن ده الطفل ده تعمله عملية زرع خلايا جزائية زي ما قلنا بتاخد من النخاء العزم بتاع عزمة الفغد وده بيتاخد تحت تغدير يعني تحت مخدر كام وبعد كده بتريد تزرع له الخلايا مرة تانية تكملت الفيديو بعد سنة من عملية الزرع مع العلاج الطبيعي ده لا يغني عن العلاج الطبيعي جلسات علاج طبيعي احنا قلنا إن ده مكمل لده نحن خلايا الجزائية بس هنكمل بالعلاج عشان طبعا نعوض اللي فاتوا من الحركة للعلاج الطبيعي للعلاج النفسي حتى عطا خباته بزبط مع الأدوية كمان الأدوية نشوفه بعد سنة بعد سنة الله بعد سنة من العلاج ترى الطفل يبقى يعيني نشوف الحال الأولي كان قد إيه يعيني معذب ومش قادر يوف على رجله يعني ده علاق صحيح يا دكتور ده جد يعني ده أمل لكل الأهالي والبيت اللي فيه طفل زي ده بيبقى ديه روحهم ترجع لهم لو طفلهم أم ماشي كده قدامهم الحركة لحد كبير طبعيا بس زي ما أقول حضرتك في خلال السنة دي كان فيه علاج دوائي علاج طبيعي بقى عدوية اللي بتساعد فيه تحسين وظائف المخ مع العلاج الطبيعي التأهيلي للطفل ده فده التحسن اللي حصل بعد سنة من العلاج وعملية زرع خلايا الجزائية الله يعني قد إيه الفيديو ده يعني قد أنا أمل وروح كده وأعتقد الحالات اللي زي كده زي بقوله حالات ملهاش عادة حلولها طويلة المدى جدا وما بيبانشي بس يا دكتور حديك قلتلي 30% برضو حاستنا أنا أحباط لكن بعد ما شفت الطفل ده وماشي على رجله يعني 30% إيه بقى ده احنا نقول مدين في المية يعني لا خلينا واقعيين هي النتائج التحسن اللي حصل زرع خلايا الجزائية في مصر بدأ مش من أكتر من عشر سنين كان تعاون مشترك بين الجامعات أظهر مع عين شامس ما اللي إحنا لسه سمعين عنه من سنة كده يعني لا ما بتاريت الأبحاث يعني من عشر سنين بتاريت الأبحاث فدي نتيجة الأبحاث اللي اتعمري إن النتائج لا تتعدى عشان بس ما نقولش إنه عليك سحري ويبقى رسالتنا أمانة وده بصراحة يعني إن الطفل يقوم ويقف ويمشي يعني حضرك متخيل طبعا حضرك عارف لأنه بتجيلك الحالات العيادة وحضرك كنت بتحكيلي قبل لها وقت إيه بتبقى واقف يعني قلبك بيوجعك على الأمهات والأهالي اللي هم بقعدين متقطعين على أولادهم فمتخيل حضرك دلوقتي الفيديو ده لما تشوفه أم بتتعزب كل يوم على ابنها اللي هو قاعد ومش قادر يقوم يقف ومش قادر يتحرر وتشوف يعني تحلم نديها إحنا الأمل إن هو يقف على رجله فده ده ده حاجة يعني العلم يا جماعة هو باب أمل مفتوح جديد والأبحاث لسه في تطور ممكن بكرة بعد وتوصل نتائج طيب ما هو الولد يتشافه هو أم ويف على رجله ولسه الأبحاث شغالة 50-60-70% إنما في هذا التوقيت النتائج من 25-25% طيب عشان نقدي على كل الخرافات وكل الخرافات الفكرية اللي بتتوزع دوقتي على الناس أنا هقول لك وحدك تصحح يعني أول حاجة قال لك إن لازم لا ده عشان الخلايا الجزعية لازم لأم تخلف تاني حتى لقيا خلفت وكبرت يعني وعندها مثلا مرض سكر أو عندها أو مثلا أي مشكلة يعني مرضية أو مرض مزمن وعايزين نعالجه بالخلايا قال لك لازم تحمل والبي الصغير اللي يطلع الجنين ده ناخد منه خلايا جزعية ده رقم واحد رقم اتنين قال لك إن لازم يعني ممكن يبقى فيه شخص ما عندوش الخلايا دي فممكن يدور على مراته أو ولاده زي الناس اللي كان بتتبرع الأول بالكلية الإبنة أو ده اتنين رقم تلاتة مش فكرة كانت إيه خرافات برضو خزع بالية كده فإحنا عايزين نادي على الخرافات دي ويعني حداك زي ما قولت إن من نفس الشخص طب فيه شخص ما عندوش خلايا جزعية؟ لا لا مش فيه شخص ما عندوش يعني فيه أطفال حصلت؟ لا فيه أطفال بالحالة المرضية بتاعتهم ممكن معرضين أو تحت أمراض معينة تمنى أنك تسحب منه عينة تمام فعشان كده بتسحب من الأب أو بتسحب من الأم ويتعمل لها موضوع التطاب طب هل اللي تسحب منه مرة ما يبقاش خلاص عنده خلايا جزعية؟ لا لا خلاص خلاص ما أنا بس على أسئلة ما عليش أنا عارفة كم نسبة لدكتور إيه الكلام ده لكن ده الناس اللي بتسأله يعني مثلا أنا كأم سحبت مني عشان خاطر ابني أو بنتي مثلا قعد الشر يا ربا لكن هل ينفع يتسحب مني مرة واثنين وتلاتة؟ مش مشكلة أنت بتاخد النخاء العظمي السرنجة سرنجة معينة أكبر من السرنجة 15 سنط بشوية بتخش في النخاء العظمي بتسحب الخلايا وتبتلي زي ما قلت تبتلي تفرزها بعد كده وتطلع منها الخلايا المطلوبة للحالة المرضية الموجودة طيب إيه هو الشلل الدماغي؟ يعني فعلا بنبقى عاديين قاعدة وناس وبنأكل وبنشرب وبنتحك تاني يوم الصبح ويقولك فلان مات يا خبار ربي فلان مات إزاي ده كاليسي قاعد بقى عنا مبارك ده جاله شلل الدماغي أنا عايز أستعلم حريك بس قبل موضوع الشلل الدماغي الأمل التاني في حتة التوحد التوحد لأنه من الأمراض المتعبة جدا جدا وتولي الوقت التوحد ده بيعالجوه نفسيا أنا أومر أعرف مخه أعصب يعني نفسيا يعني ونسبته أعلى كمان من حالات الدمور وأسبابه غير غير معروفة والحالات معظمها ما بيحصلش فيها تحسن أقصى آمال الطبيب أن هذا الطفل يطلع شاب يقدر يعتمد على نفسه أن يأكل ويشرب ويخش الحمام ده أقصى آمال فعشان كده برضو الأبحاث اللي اتعاملت في حالات التوحد في زرع الخلاق الجزائي كانت النتائج بتاعتها مبشرة جدا طب الحمد لله طب التوحد ده مش اللي هو طفل يقعد لوحده طول الوقت عشان ناس اللي بتعرفش عن إيه التوحد مرض التوحد هو الأوتزم ده ده التراب بيحصل في الأطفال تراب سلوكي بيبقى الطفل فائد للتواصل مع الآخرين أفيش تواصل مع الآخرين شاكتماعي خالص عامل عالم لنفسه بيتكلم مع نفسه بيلعب مع نفسه بحبش يلعب مع حد بحبش يتكلم مع حد شو ده التوحد؟ عنده مشاكل في التواصل اللفظي مع الآخرين حتى كمان آه لفظيا عنده مشاكل في القدرة العقلية كمان ليه تصرفات معينة ليه الدنيا بتاعته اللي ما بيحبش حد أن يخش عليه آه عالم بتاعه خاص به عالم بتاعه اللي ما بيحبش حد يخش عليه رافض الأحضان يعني لو أمه أو والدي حب يحضنه هو طفله رافض الأحصان التواصل والبصري بتاعه مش موجود مع استحاله يبص في عينيك أو تبص في عينيك يعني كان فيه فيلم ظريف قوي اللي بتاع أحمد آدم كان عامل شخصية التوحد مع شريف مونير أنا مش متذكر اسم كان عامل شخصية تبق كان شخصية هيلة جدا يمكن أن أتذكر الاسم أحمد آدم ولا أحمد رز أحمد رز أيوة لأنا عمل أقول أحمد آدم عمل الأعمى لكن أحمد رز مش شريف مونير بشريف مونير ما كان طالع أخوه بزبط وكان عامل واحد عقل وعقل طفل بزبط بزبط فيه مشاكل في القدرة العقلية فيلم توربيني بزبط فيه مشاكل في القدرة العقلية لأطفال دي عادة نص الحالات تقريبا بمعاية تخلف عقل فده بأمل أمل كبير طبعا طبعا تبهل وحد أهد مثلا 20 سنة عنده تخلف عقلي أو عنده توحد مع الخلاج جزائي بنقدر نعود كل العشرين سنة بس لأ كل ما بدأت الحالة هو عادة التوحد بيبدأ في أول ثلاث سنين من عمر الطفل بزبط بي بزغير فكل ما بدأ العلاج في الفترة الأول نيئة أسرق كل ما النتائج ابتدت تبقى أفضل طيب نروح بقى كمان للشلال الدماغي احنا كل ده بنتكلم في الحالات دي كلها وفي الأمراض دي اللي بتتعالج دلوقتي بالخلاج جزائي الشلال الدماغي يعني يهواحد يبقى Shelley مشا시면 معنا بعد شوي يجعله شلال نحن بتتكلم فيه في الأطفال يعني الحالات بتاع الأطفال اللي موجود فيها الشلال الدماغي طيب يبني نتكلم في الأطفال اه اللي موجود فيها حالات الأطفال ودي برضو نفس المشكلة اللي بتحصل مع الأطفال نتيجة مشاكل حصلت في الولادة مشاكل بعد الولادة الطفل سكوط من مكان عادي فبتحصل الزي ما ازي ما قلت الحاجة بتحصل إن موضوع الشلل تام في جميع الوظائف، الحركة، الكلام، الرؤية، السمع بيبقى طفل عايش ومش عايش الحالات دي عادة برضو بتبقى ملهاش علاج والعلاج فيها تطور بتاعه الأفضل بيبقى وليل جدا عشان كده برضو زرع الخلايا بيدي نتائج كويسة إن بيتدخل خلية مكان الخلية اللي ماتت أو اللي حصل فيها والدمور أو حصل فيها الكسر دي يخلي برضو الأمهات تاخد بالها من ولادها يعني أطفالهم مصغرين بيتقلبوا بسرعة أحيانا الأم بتبقى في المطبخ مش فاضية سايبها الطفل ع السرير وتقولك ده لسه صغير ما بتقلبش فعلا بيقع وقعات كبيرة يعني وقعت تسمع صوت دماغ الطفل وهي بتترزع على الأرض فقصد يعني الحاجات دي برضو بيحصل منها مشاكل زي ما حداك قلت جسيمة طبعا دمور أو شلل فترقى مشكلة تفضل معاه بقى طول العمر طول العمر بس سبحان الله يعني اللي عايز أقوله فيه حاجة غريبة جدا أيها الخلية المخية مختلفة عن أي خلية تانية في الجسم ليه بقى؟ ليه؟ أي خلية تانية لو تعرضت أن الأكسجين أو الدم اللي راح لها وقف بتموت خلاص انتهي الخلية المخية الجدار بتاع الخلية المخية في حالة حياة مستمرة حتى حتى لو الخلية قلب الخلية مات لكن جسم الخلية حي جدار نفسه في حالة حياة مستمرة زي ما شفنا في الفيديو ما بيموتش إلا بموت الشخص يا سبحان الله عشان كيها دايما فيه حالات تقولك هو ميت إكلينيكية هو ميت إكلينيكية لكن قلبه بيدق ويعني تحسي فيه حاجات فاصلة في حاجات شغلة الحلية المخية من رحمة ربنا إن هي جدار بتاعها في حالة حياة مستمرة مستنية بس الرؤية وده اللي بيفتح لنا برد طاقت الأمل إن حالات الضمور بتتحسن الحالات اللي زي كده بتتحسف لإن الجدار في حالة حياة مستمرة طيب نروح بقى للموضوعات الحساسة أكتر والموضوعات الحساسة اللي يمكن دلوقتي الرجال اللي بتكسف حتى تتكلم فيها وتلاقي الزوجة هي اللي بتروح تشتيك للدكتور عن مشكلة جزء وبالتالي يعني مدام المشاكل دي ظهرت بنلاقي كمان المجتمع حتى بيعكس المشاكل دي على المنتجات اللي في المجتمع يعني تلاقي مثلا أنت هتربع الإعلانات التجارية الموجودة في الفضائيات الإعلانات النصب ده والغش التجاري الدواء ده للانتصاب ومعرفش أشرب إيه للقصف اللي تأجل للقصف ومعرفش تعمل إيه لإيه وشكل الحسينة طولي الوقت في الإعلانات لغاية ما أرفونا فأنا عايزة أعرف حاجة إيه يعني علاقة الانتصاب وسرعة القصف إيه علاقته بمخ وأعصاب يعني دايما الزوج اللي بيشتيك أو الراجل مثلا اللي بيشتيك الموضوع ده بيروح مثلا لمسالك بولية أو زكور وعقم وحاجاتك التخصصات التانية حادتك زي بتعالج الحالة دي؟ ما بعد الزوج ما بيروح التخصصات التانية دي بيطلع طبيعي بيطلع طبيعي؟ يعني ما فيش مشكلة عضوية هي اللي مخلية فيه مشكلة في الانتصاب بنسبة العضو الزكري طيب نتكلت في فشل الانتصاب فبتبقى المشكلة نفسية في المقام الأول وفي الأخير على فكرة فيه دراسة اتعملت كده على الوطن العربي فالزريف فيها مين أكثر بلاد فيها موضوع فشل أو ضعف الانتصاب معنا صحي يبقى تقول لي حداك مصر يبقى تقول مصر يعني مصر كانت مرحلة يعني في حاجة متوسطة كده يعني الدول العربية متفشل فيها الموضوع دول الخليج دول الخليج وقالوا ايه في الدراسة دي بقى ايه سبب اكتر نسبة فيها موضوع ضعف الانتصاب عند الرجال واكتر دول عندها من العالم العربي عندها العلاقة الجنسية سليمة صحية هي دول المغرب العربي مغرب العربي ده بيفسر ايه بها ما فيه الثقافة جنسية يعني دول المغرب العربي دول تعرف حريك تونس مغرب الجزائر مفتوحة تقريبا زي اوروبا يعني هم زي فرنسا زي ايطاليا زي دول اوروبا فعندهم الثقافة الجنسية عالية جدا اه الطالب او الطالبة بيفهم يعني ايه عملية جناعة يعني ايه عملية قصف يعني ايه انتصاب مفهاش خجل يعني ويفهم هو حتى قدرته الجنسية ازاي يفهم ازاي هو ينبسط او ما ينبسطش يفهم ازاي حتى يعمل الانسة اللي معايا يعني اصد الثقافة الجنسية دي كلها هم متبرسين فيها لان كمان عندهم حرية عندهم انفتاح وحرية وعندنا هم مش مش شعب شرقي زينا يعني مش مفيش عادات شرقية اللي هو عيب بس هس من الطفل قد كده لو حتى فكر يبص على العضو الزكري بتاعه مثلا يتلمس جسده لا بس عيب مفيش عندنا كده قيود طول الوقت ما هي لو الثقافة الجنسية دي موجودة وابتدى في المدارس نكلم الطلبة ما هي علاقة الثقافة الجنسية بالضعف الجنسي ما هو دي 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 حاجة عضوية يعني ايه ربطت انا بس السؤال ده عشان اعرف يعني ايه ربط الثقافة ان انا اعرف غير ان انا مش قادر ما هي حاجة نفسية يعني مشكلة في الاخر مشكلة نفسية انت طلع مش فاهم مش فاهم يعني ايه عملية جنسية سريمة مش فاهم يعني ايه اجراءات جنسية ممكن تعملها سبب لك مشكلة بعد كده زي العادة السرية ممكن تسبب لك مشكلة بعد كده يعني ايه لو لقيت حاجة معينة في العضو الزكري لا ده انت فيه مشكلة لازم تكشف يعني الانسة لو لقيت مشكلة معينة أثناء الجماع ألام أو عدم اكتمال لعملية جنسية ما بتوصلش لمرحلة الموت لا ده انت عندك مشكلة انت لازم تروحي تكشفي ما هي دي الثقافة الجنسية اللي بتوصل في الاخر نتبع العملية الجنسية عملية سليمة وممتعة بالزبط سليمة وممتعة ممكن تبقى سليمة وممتعة برضو يبقى مبطورة يعني العملية شقين يعني ليه بار في أوروبا وكل الدول بقى الأجنبية ليه دايما حتى في الأفلام بتاعتهم تحس لو اتنين متجاوزين بيبوا صعدة يعني حتى ما يتجاوزوش ممكن يخلفوا ويعود مع بعض سنين وخلفوا ما يتجاوزوش لكن أصد مدام يتجاوز ببعلاقة جنسية وزوجية سليمة احنا عندنا نجدة احنا عندنا اتجاوزوا خلاصي البطيخة تطلع عرق البنت بتخش مش فاهمة يعني ايه عملية جنسية يعني بتتجوز واللي جزء يقولك عليه بقى صح وممكن جزء ما بقى شفاهم حاجة وجزء مش فاهم وفي حالات بتجينا كده لغاية دلوقتي البنت ما زالت عزراء انه ولا هي فاهمة ولا جزء فاهم واهلهم من نوع المتخفص والله والموسوعة كلها مش فاهمة ولا أمها فاهمة ولا أبو فاهم المشكلة الأكبر انه نفيش المجال للتحاور بين البنت بالزبت وموته استحانة تسأل على حاجة بالشكل ده استحانة لا تجرؤ هتقول لا عيب برضو ممكن تلاقي الأم مش فاهمة برضو يعني الناس برضو بتوعزمان موروزاتهم ما عنده همش ثقافة جنسية يعني انا يمكن اليومين دول بنحاول شوية يعني هطالبنا قبل كده ان تبقى وزارة التربية والتعليم تنزل منهج جنسي سليم للطلبة في المدارس ولا هو عيب ولا هو حرام لان الطالب ده اللي هو في سن مثلا مفروض ايه في سن البلوغ يعني اعدادية مثلا يعني اكيد ليه سن معين يا زي ما بندس في الجسم كامل وكنا بنتكسف زمان لما بلايه حتى صورة الجسم ريانة في القموز اللي بنقضى في الساينس لكن فيه سن معين هو زي ما حالك قلت يا هيجرب غلط يا هيلجأ للعدة السرية يا هيسمع من صحابه يعني هيبطل يتخبط بالزبط واختر حاجة هي يسمع من صحابه دي اختر حاجة يعني ممكن تلاقي بيتجوز النهاردة والعملية الجنسية بالنسبة له طبعية بس لما بيقعد يتكلم مع صحابه بيقولون انه ضعيف جدا يعني انه قعد نص دقيقة او دقيقة لانهما كمان قصص البطولية دي كلها غلط صاحب يقولون انه عدت ساعة والنص دي كلها دي بطولات زائف ووصلوني ان انا مريض لا انت تبتلي تتعالج انت تبتلي تاخد ترامدول عشان ياخر معاك العملاجي انت مريض وصورت الترامدول وكارثة الترامدول دخلوا في كارثة اكبر نتيجة انه ما فيش الثقافة ان انت كده طبيعي يعني الفترة دي ده الطب بيقول عليها فترة طبيعية منص دقيقة لدقيقة دي فترة طبيعية انت اكتر من كده لا انه ما فيهش مشكلة انه ما اعلم من كده لا انت كده فيه مشكلة بالنسبة لها تمام فانا لو فهم هذه الثقافة هرتاح مش اضطر ان انا اسأل وحس ان انا عندي مشكلة وحس ان انا مش طبيعي بالزرع وحلها بمشكلة اكبر يعني طب من النتائج بقى دكتور والابحاث ومن خلال تجاربك يعني حضرتك كدكتور متخصص لو بنتكلم في مشكلة سرعة القصف ايه مشكلتها؟ يعني نتيجة عن ايه؟ عن اكل يا هل طبيعة اكل؟ هل لايف ستايل بيعيشه الرجل؟ هل مثلا حالة نفسها بتأثر عليه؟ هل 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 فيه علامات استفادة؟ فيه حاجات كتير جدا طبعا بس من اكتر الحاجات اللي بتأثر في موضوع سرعة القصف هو الانكزايتي او القلق اه القلق؟ اه وده مرض العصر اللي موجود يعني انك دايما الان الان على نفسك وعلى مستقبلك وعلى فلوسك وعلى بيتك وعلى ولادك دايما عايشين under stress مش عارفين نعيش الاسترخاء مش عارفين نوصل لدرجة الهدوء النفسي لأ ما عندنا شحة ثقافة الاسترخاء لو فيه فرصة هقول السادة مشاهدين ازاي نطلع من القلق بدون أدوية لا فيه فرصة نقول ان شاء الله ازاي نعمل موضوع الاسترخاء ده طبيعي طب خليه كده بنفس السؤال ده ازاي نعيش حياتنا بلا قلق وازاي نقدر نوصل لمرحلة الاسترخاء بس بعد الفاصل احنا لسا بكملين معاكم مشاهدينا موضوعنا النهار ده يمكن موضوع كبير موضوع حساس موضوع شائك وبيحصل عليه غش كتير جدا والناس كتير جدا بتضحك عليها واغلبها كلها طبعا رجالة الناس صحاب السوق اللي قولك تعالى خد حباية رمضول عشان ما يجيلكش سرعة قصفه وتعالى خد معرفش ايه شرابه ايه وحباية تحت لسانك ايه عشان لانتصاب كل الغش ده وكل الافكار السودوية واللي بتضحك عليكم بتدفعه مبالغ ويفضل مصروف البيت مبتور نصه عشان الزوج اللي عايز يردي زوجته في الاخر لا هو بيدفع كويس في البيت ولا هو كمان عارف يردي زوجته في الاخر مهنة معكم مشاهدينا لسه الدكتور ماجد بنتكلم كنا قبل الفاصل عن مشاكل سرعة القصف ايه زي بقول حقيقة من اكتر الاسباب اللي بتقدي لسرعة القصف هو موضوع القلق وده مرض العصر زي ما قلنا وان الشخص يبقى دايما عايش حياته تحت قلق سوزا ايمان فيه نوعين من مشاعر بل همش اي فايدة في حياة الانسان مشاعر الندم على حاجة عدة ومشاعر القلق على بكرة احنا طول الوقت فعلا محترين وقفين في النص ما بين اللي عدة وما بين اللي هيجي بكرة على حياة اللي عدة وقعد الآن على بكرة ودول مرهمش اي فايدة بالنسبة لك دول هيوقفوك دايما محلك سر لا فكر في النهاردة فكر انك تبقى كويس فكر انك ازاي تتخلص من القلق والتوتر اللي انت فيه طب هل الرجل في لحظة يعني في لحظة العملية الجنسية او العلاقة الزوجية او ايا كان هل دماغه بتبقى مشغولة بكرة ومبارح ولا بتبقى مشغولة هو هيقدر ولا مش هيقدر لا طبعا هينبسط ولا لا يعني برضو التفكير في الانبساط او الست اللي معادي هتبقى مرضية ولا لا اعتقد ان هو ده اللي هيكون اكبر القلق في اللحظة دي وهذا اللي بيدخله في القلق هل انا هسعد الشخص اللي قدامي ولو حصل مرة ما وصلتش للسعادة معايا الدايرة دي بتزيد ايوه بتدخني في القلق تاني زيادة بزاب فده بيخلي فيه سرعة في القصف وخلي فيه ضعف في الانتصاب ويخلي ان انت ممكن نفسك الراجل نفسي ما وصلش من مرحلة الاجباعة الجنسي فهي دايرة مقفولة ازا انك بتتصرها؟ طب غير الحالة النفسية يعني غير انه بيفكر وغير انه متوتر ان سرعة القصف هل ليها اسباب مرضية؟ طبعا هل مثلا فيه مرض معين بيوصل ان يبقى فيه سرعة قصف يعني ايه تاني مرضي؟ طبعا العادات الغير سليمة في العملية الجنسية قبل الجواز زي العادة السرية دي طبعا ممكن تدخل في سرعة قصف سوء التغذية واحنا في عالم ثالث وفي افريقيا بالذات عندنا سوء التغذية عندنا ناكل اي اكل اه الاغذاء المسحي يعني عدم التوازن اه اه فسوء التغذية دا شيء مهم في القدرة الجنسية وان انت يبقى عندك قدرة جنسية يقول رجالة اللي دايما عندها سمنة في منطقة البطن وخصوصا منطقة الكرش اكتر رجالة عندها سرعة قصف وعندها عجز جنسي او عدم انتصاب اه السمنة طبعا من الامراض اللي هي بتأثر على كل حاجة عملية الجنسية والقلب والكولسترول وكل حاجة فده شيء متوقع جدا مع نمى الرياضة ومارسة الرياضة شيء مهم جدا الجسم الرياضي ده شيء مهم جدا اللي انا عايز اقول له حضريك اللي انا قلت عايزين اقوله السادة مشاهدين ازاي انت تطلع من القلق اليوم اللي انت موجود فيه ايوه ادينا بقى الوصفة السحرية وخاصة بعد بعد عدد صورة يناير بعد الصورة عموما يعني نسبة القلق وعمراض القلق زادت في المجتمع المصري بنسبة بالنسبة عليك حاول تعيش حياتك الطبيعية اللي ممكن كنت بتعيشها قبل فترة الصورة وقبل فترة القلق على المستقبل والشغل والفلوس الروتين بتاعك اليوم اللي انت كنت بتعيش وحاول ترجعه لتين سيبك من الفضيات وبرامج التوكشو ومشاهد العنف اللي كانت موجودة بشكل بشع في الفترة اللي فات اربعة اشين ساعة بتشاهد مشاهد دم وشغل ما هو ده شغلهم ما هم مش هدين يفهموا ان الفضيات دي مكسبها الفلوس بتدخلهم من خلال المشاهد السيئة اللي بيعدوها لنا ما هم لو ما عملوش ده مش هيجيبه اعلانات والاعلانات هي اللي بتصرف على القنوات بدليل ان القنوات كتير جدا بعد ما البلد استقرت وبعد ما رأسنا الجميل ربنا يحمي يا رب يبرك لنا فيه امين يا رب بعد ما السيسي بنسك البلد فتلات اربعة قنوات دي قفلت يا جماعة قفلت وعندها مشاكل دلوقتي في الميزانيات ما بيدوش للناس قجورها ليه لان ما عندها مش خلاص الولعة وضرب النار اللي كل شوية شغلنا بيه تقول ليه لو تقولنا بالضبط على انت تتوقعي من زوج قاعد قدام التلفزيون اربع خمس ساعات يشوف مشاهد دم شاعة بالحاجة الخالص صاعد الموها شايف قتل ونار والفلوس اللي في البنجة هتروح والعيال هتتشرد مطلوب منه ايه الراكل ده ربنا هيكون في اهون زي بروحك بس اللي انا عايز اقوله السادة المشاهدين طب الخلايا الجزاء ليه علاقة بالموضوع ده لا علاقة بالعملية في علاج الانتصاب والقسف طب ايه بقى بتدي برضو نتائج كويسة اللي اعز بس اكمل نوط الاسترخاء اه اه الاسترخاء يمكن حضرتك ترتبط بزهنك وبزهن اي مشاهد ممكن اغنية معينة ممكن مشهد معين صورة معينة كل ما بتيجي على زهنك بتحس نفسك سعيدة تمام صح صح واكيد في مشهد معين او حالة معينة لما بتيجي على زهنك بتخليك في قمة السعادة تمام ده اللي احنا بنعمله مع المريض حاجة اسمها ارتباط عصب ارتباط عصب اه منتها البساطة للسادة المشاهدين اه بحاول اربط لك الحاجة الكويسة اجمل حاجة في حياتك ديات اللي انت بتحبها اللي بتخليه في قمة حيويتك ونشاطك بحركة معينة تقدر تستدعيها في اي وقت في اي مكان تمام يعني انا مثلا بحب اغنية عب حليم اهواج هي مش افلابل مش متاحة معايا طول وقت عشان اسمحها عشان ابقى مبسوط اه لا انا بعمل ارتباط عصب جديد بخليك تعمل حركة معينة ترتبط معاك الحركة معينة دي حركة بسيطة بايدك ترتبط معاك بنفس الاحساس اللي كان بيدهولك ده تدريب يعني اه اللي بتخليك في قمة السعادة والنشاط منطقة البساطة حاول قبل ما تنام كل يوم حاول تغمض عنيك وتتذكر اسعد مشهد في حياتك حاجاتك حلوة اه اسعد اسعد مشهد في حياتك اللي بيخليك في منطقة السعادة والحيوية والنشاط ولو ما لقيتش انا مشهد لا اكيد لو انا خبطت اني ما لقيتش مشهد سعيد ممكن مشهد ممكن شخص على بالك ممكن حدث ممكن مغنية في علاقات بتبقى مريحة عدد في حياتك بتحس بالراحة النفسية في شخصيات بتطمنك اصلا مجرد رؤيتها بتحس بالاتمئنان عموما يعني بسيطة اثناء هذا الاحساس انا بعمل ايه بربط اه زي ما حصل ارتباط عصبي في المخ بين المشهد ده والسعادة هيحصل ارتباط جديد وخلايا عصبية جديدة بين الحركة البسيطة ديت ونفس احساس السعادة بحيث انا لما ايجي في موقف ابقى فيه في منتهى القلق او في التوتر اقدر اعمل الحركة البسيطة ديت فاتفكرني على طول بالمشهد هترتبط معايا تلقيا انا مش محتاج ان انا خلاص هترتبطت معايا باحساس بالهدوء بالسعادة بالحيوية بالنشاط نقدر نعمل ده دكتور نقدر بسيطة يعني انا شرحي كان واضح لا ده واضح جدا بس اصد الناس اللي اتمرنت على ده فعلا عايش حياتها باسترخاء وبسعادة انا طبعا انه هو بييجي في موقف فيه قلق فيه توتر الحركة البسيطة اللي عود نفسه بالليل يوميا لمدة اسبوع وعشر ايام قبل ما يناد خمس ازاي يدرب نفسه عليها زي ما شرحنا خلاص ابتدت الحركة ترتبط بالسعادة ترتبط باحساس ان انا كويس ان انا سعيد ان انا مش قلقان فابتدى الجسمه كله جسمه كله اتدى يترجم لهذه السعادة تمام من دكتور مخ واعصاب وبدون ادوية وبدون ادوية خالص لا بقى من المنومات ولا مهدئات طب دكتور بمناسبة المنومات والمهدئات يعني يعني احنا فعلا الشعب المصري التلت تربعه كان بيستخدمها اثناء الثورة والاحداث العنيفة اللي كنا بنشوفها وكانش فيه ناس بتنام فعلا غير بمنوم ناسي تعودت على المنومات وغير كمان بقى فيه ناس عندها حالات قرق بعيد عن الثورة احنا مش هنتلكك بثورة في كل حي لكن فيه ناس طبعيتها كده فيه بعض الامراض بيجيب ارق فيه بعض الادوية بتخلي الجسم ينشط ما بتعرفش اتنين الناس المتعودة على المنوم والمهدئات بتعمل ايه في المخ يعني هل فيه آمنة فيه بعض منها آمن لان اللي سمعين انه كله بيلعب في خلال مخ وبيعمل في جسم في خلال يعني هي اختلاف طبعا اختلاف سيفيريتي او اختلاف درجات بين مجموعة والتانية انا ما ننصحش ان نستمر عليها المريض فترات طويلة ننصح اسبوعين ثلاثة اسابيع ماكسما الا في الامراض طبعا المزمنة اللي محتاج المهدئات او المنومات انما المريض بيعاني من قلق طواطم ده بجلسات العلاج السلوك المعرفي ده ممكن يتخلص من قلق انه اكيد فيه سبب وممكن هو ما يعرفوش اه طبعا لان مشكلة ان انت مش قادر تتوصل للسبب اللي مدخلك في هذا القلق مش قادر تفهم نفسك تفهم مشكلتك فين فجلسات العلاج السلوكي المعرفي بتوصلني فين المشكلة انت المشكلة عندك فين انا بصلح لك بس وجهة نظرك الخطأ لشيء معين برجعك للسليل فده ممكن لوحده قادر ان يخضي على هذا القلق والتوتر بمنا حضرتك يا دكتور يعني من ضمن المسؤولين الكبار مستشفى العباسية لامراضة العقلية عندنا في مصر مستشفى العباسية دي بتنقل بتحكي سورة المجتمع ماشي ازاي يعني طول عمرنا بنشوفها في الافلام والمسلسلات يعني انا عن نفسي انا اتفعت مع الدكتور هشام ان انا لازم اروح زيارة بجد نفسي ادخل مستشفى العباسية نفسي اشوف الناس دي يعني ايه اللي عمل لهم فصلة من المجتمع بتاعنا هم رفضوا المجتمع وعيشوا في مجتمعتين عليك بتشوف ايه او يعني بتحس بايه مع الناس دي وبتشوف مصر راحل فيه وصح عليك هو المرض النفسي زي وزي اي مرض عدمي هل بتزيد الحالات في مستشفى العباسية هل مثلا في حالات بتزيد في المستشفى هل في مرض معين هو اكتر الحالات في مستشفى العباسية يعني امتىbedخلوه في مستشفى العباسية هو يعني النسبة الاعظم من الامراض الموجودية داخل المستشفى امراض نفسيها كلها انا المستشفى مصر هو مرض الفصام الفصام ايه ده النسبة الاكبر من موجودة مع حالات زي حالاتي الترابوكداني او حالات اكتئب شديدة ان يمكن تخش انما مشكلة الاساسية للمستشفى العباسية هو عدم وجود وعي أسري لأسر المرضي بيجيبوا المرضى للأسف نفس اللبز بيرموهم أنا عشان كياس سألت السؤال ده بيرموهم لازم من حداك تقولك في مرضى في المستشفى من الستنات ومن الخمسنات بتايش وبتموت للأسف في مدفن الصدقة في مدفن الصدقة إن احنا بنبعت لأهلها دي ماتت وحدش بيجي حتى حتى في الموت ما بيجوش ما بيجيش حتى يدفنها يعني تحييلي نظرة المجتمع للمريض النفسي لسه قليلة جدا ليه دايما يقولك مستشفى العباسية يعني كلهم مجنين يعني ايه مجنون الكلام ده ده اللي وصله الإعلام هي الدراما المريض النفسي هو اسمعين يا سينا اللي حطت ودنا على الخيطة وقعد يسمع وشريهان لما عمدلنا برضو مشاهد المستشفى ويتاخد جلسة كهرباء أنا لن أنسى هذا المشاهد ليه أنتوا بتدوا كهرباء في المستشفى فيه جلسات كهرباء دكت أي يا فندم جلسات تنظيم رقاع المخ دي الطريقة علاجية زيها زي الأدوية بس بالمظر زي اللي عميته شريهان شريهان أولا كانت بتاخده حاجة تعذيبية إنها عملت حاجة خطأ فاخدها على جلسات الكهرباء دي طريقة علاجية بتغني عن الدواء في مرحلة معينة تدي نفس المفعول بتاع الدواء بس مش بالشراسة دي ومش بالمظر القبيح دي شريهان خادت الجلسة يا صحية مريض اللي بياخد جلسات التنظيم تحت مخدر تام يعني ببناي مش حاسس بحاجة في وجود طبيب تغدير وهو نايم مش حاسس أشوف إزاي قديت دراما بتاعكس لنا الحقيق أصلا ما أنا بقول لحضيك هي دي للأسف واصمة المرض النفسي ده اللي تسبب في واصمة المرض النفسي هذا هيدولي جلسات كهرباء ده هيعذبوني هي مش تعذيب ده هي طريقة علاجية مشكلتنا الأساسية زي بقول لحضيك هي عدم وعي الأهل المريض بيتحسن ويبقى كويس طيب دكتور تالي مش حضرتك تبعت للأهل دول ويبقى تحت إشراف قانوني يعني قانون اللي لازم يجوا يستلموا الحالة مدام اتحسنت لأن كمان وجود الأهل مع الحالة بتحسن وبترفع الاستعداد حتى للشفاء يعني كويس في حالات الدخول لمستشفات المرض النفسية حاجة متنين يعني حاجة بتبع إلزامي أو إرادية معنى إلزامي إيه؟ يعني المريض اللي جاي دوت بيكشف العادة الخارجية مريض خطر على نفسه أو خطر على خطر على الحوالين أو على الآخرين أو حالات تانية بس لازم يخش يعني المريض ده ماينفعش يرجع المريض ده لازم يتحجز وياخد علاج بعد ما بيتحجز وبياخد العلاج بيبقى كويس بيتحول من إلزامي لإرادية إرادية يعني إيه؟ يعني أنا لو عايز أخرج النهاردة أه هخرج عند الإرادة والقدرة لأن أنا أخرج دلوقتي خلاص للأسف الحالات بعد ما بتتحسن الناس فاكرة أن التحسن ده يستمر سنين ممكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حالة تبقى كويسة جدا ويحتاج أن يرجع وياخد علاجه في البيت ويتابع في البيت طيب تمام آه ويكمل بقى وسط أهله يعني لكن هم طبعا بيرموه محدش بيعبقى مفيش محدش بيستجيب ومحدش بييجي وخاصة مع البنات مع البنات نداء بقى المين يا دكتور يعني من خلال طبعا حضرتك من خلال مستشفى العباسية من خلال حالات اللي فعلا القلب بتقطع عليها يعني حضرتك تدي نداء لمين لأهالي المرضى دول ولا حضرتك محتاج قوة كمان في أديك وزيادة أنتوا تجبروا كمان لأن برا مش بمزاجهم يعني في مريض محتاج لأهل وأهل ودول لازم يقفوا جنبه ولازم يدعموا نفسيا يعني نصب بيبقى فيه منظومة كاملة احنا هنا برضو فيه خلل في المنظومات هو أن ده لأتنين لأي أسرة فيها مريض نفسي المرض النفسي زيه زي المرض العدوي ممكن يصير أي شخص وليه أسبابه وليه علاجه والمريض النفسي بيتحسن وبيرجع طبيعي ممكن ياخد فتراته بس بيرجع طبيعي فإنسان زيه زي حضرتك زي أي شخص نداية تانية ليه وزارة ضمن الاجتماعي أنها لازم تساعد في حال هذه المشكلة أن أنا عندنا حالات مش معروف أهلها فين ومش قادرين نوصل حتى لعنوان أهلها وبقالها سنين جوه المستشف ومتحسنة ليه لا ما يتعاملش زي كومباوند زي ما موجود برا الحالات دي يبقى ليها كومباوند وكان نوع تأهيل نوع تأهيل للمريض دوت تحت إشراف طبي يتعمله مشاريع الزغيرة يشتغل فيها ويحس أنه هو إنسان منتج وأصبح إنسان زو فايدة في المجتمع تتفرق كتير جدا وهتفضي كتير جدا من من مرضى الموجودين واخدين أماكن حقيقة فيه ناس تستهلها في حالات تبقى أكيوت حالات حدة لازم تخش والأسف ما فيش مكان طيب يبقى دي دعوة لوزارة التضامن الاجتماعي إنها فعلا حتى ده يعني اسمك كده تضامن اجتماعي فإحنا محتاجين شوية تضامن اجتماعي للناس دي لأن زي ما الدكتور ريشام قال إن الموضوع فيه ناس محتاجة للسرائر دي فيه ناس محتاجة للأماكن دي لكن في الآخر الأهالي رمت المرضى دول ومحدش شرف عنهم حاجة فأعتقد إن ده دور دلوقتي برضو يعني أعتقد إن الوزارات اللي ويندون كلها ابتدت تقوم بدورها أعتقد يعني من بداية العصر الجديد عصر الأمل عصر النجاح عصر التنمية الحقيقية أعتقد كمان إن الوزارة لازم تقوم بدورها وده يمكن آخر نداء معنا النهاردة بشكر جدا دكتور هشام ماجد استشاري أمراض المخ والأعصاب نورتين يا فد ها شكر جدا الحريك وأتمنى تكون الحلقة كانت مفيدة للسادة لا جدا 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 ونقدر نقول خلاصة الحلقة إن دلوقتي الخلايا الجزعية بقت تعالج أمراض كتير جدا مستعصية وأمراض مزمنة زي اللي قلناها دمور خلايا المخ التوحد إصابات العمود الفقري الشلل الدماغي فشل الانتصاب وأيضا كمان عدم القدرة على القصف كل ده بتعالجوا الخلايا الجزعية اسألوا على خلايا الجزعية ودوروا ومش عيب إن إحنا ندور وراء المعلومة وناخد الدكتور ونسأل وقالوه ونعمل إيه ونسأل دايما دايما المعلومات الأكتر تخليك أفضل لكن المعلومات الأوليلة توديك لطرق كمان أوليلة أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله مشاهدينا وكنت معاكم إيمان مختار وكل يوم معاكم لايف كلارك مساعة 2 لساعة 3 دايما دايما على قناة النبو نايل لايف